اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كم طابق عندي هون؟ اشتركوا في القناة شو اللي اختلف؟ طلعوا مليح عندي انا بلدنجز اي هاب وان تو ثري ثري فلورز اي هاب سايد ووك رصيف وين عوانين الكهرباء؟ مش موجودين طلعوا بتاني واحدة موجودين فاذا اول اختلاف عندي هو هون عندي لام بوست وبأول وحدة ما عندي طلعوا نشوف الاختلاف التاني تبغوا مليح رح لحد انا بكل بناية كم طابق فيه؟ بهذه البنايات عندي وان تو ثري فلورز اما بهذه البنايات عندي وان تو ثو فلورز فاذا هون ثري وهون تو بتاني صورة وان تو ثري صح مثل هيدك صورة اما هون طلعوا مليح وان تو ثري بيختلف عن هونيك انه هون ثري فلورز اما بالتاني عندي وان تو فاذا كم اختلاف عندي؟ لام بوست مش موجود وان فلور از ابسند مش موجود فاذا وان فلور از مسنج هير وان دا لام بوست از مسنج هير هاو دي الاخلافين الموجودين مين حزرون؟ اكسلنت تبهوا لام بوست عمود كهرباء شوفوا بتاني صورة لام بوست عمود كهرباء فلور يعني طابق this is an apartment شقة سكنية this is a building this is the side walk نحنا منمشي على الرصيف طلعوا الكانينات عندي ليهم بيدي هون عندي اول كلمة apartment يعني شقة لام بوست يعني عمود كهرباء side walk يعني رصيف building يعني مبنى فاذا هو دي كلمات اشتاة اتعلمني هون خليونا نعلم نحضر الفيديو مع بعض وانا برجع بعد شوي تنتعلم بعض كلمات اكتر شخص باتشواء شكرا حيونا MY HOUSE IS MY HOME MY HOUSE IS MY HOME I am happy when I am home I live there with my family My brother, mommy and daddy My house is in an apartment building that we share with our neighbors Our apartment is on the 7th floor You may ring the bell or knock the door There are different rooms inside our house The living room is where we sit, talk and cuddle The dining room is where we eat, drink and gobble My bedroom is nice and cozy My brother's bedroom is across the hallway But he is never there during the day Of course, we also have a bathroom and a kitchen And a special corner for my kitten Oof 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 имеет A واسمعوا التاكست يلي انا راح اقرأه بدي اقرأه من بعضه عنا ثلاث اسئلة لازم نجاوبون مع بعض جاهزين جين وعائلتها يعني جين وعائلتها عايشين بشقة سكنية بقلب بناية بحي لطيف او جميل عندن كتير مباني او بنايات بقلب الحي طبعهم مش كل البنايات عالين كيف نعرف اذا هيدا بناية او لا اذا هيدا مبنى او لا شو لازم يكون عنده عنده حيطان او هي وسقف يعني بلا حيطان ما فيه يقول هيدا مبنى وبلا سقف ما فيه يقول هيدا مبنى لازم يكون عنده حيطان او هي strong walls and a roof وسقف a huge skyscraper شو يعني skyscraper يعني ناطحة سحاب شي مرة شفته ناطحة سحاب بتكون بنهية عالية كتير a huge building فا اذا a huge skyscraper is a building يعني ناطحة سحاب ضخمة شو بقل له هيدي مبنى a small store is a building دكان صغير كمان انا بعده مبنى فا اذا المبنى فيكون طويل وكبير وضخم وعالي وفيكون a small store يعني بكان صغير او محل صغير and a small farmhouse is a building too وكمان بيت مزرعة صغير كمان ابقل له a building مبنى فا اذا جين عايشة هي وحيلتها بحي وبقلب الحي شو عندون عندون مبانى عالية كبيرة وعندون محلات صغر شو الفرق بين المبانى العالية والمحلات الصغر نينيتون اتنينيتون ما بيفترقوا لما انا بتقول a building لانه اتنينيتون عندهم strong walls وعندهم سقف a roof رح ارجع وقر الناس على السريع قبل منبلش بالاسئلة جين جين and her family live in an apartment building in a nice neighborhood there are many buildings in their neighborhood but not all the buildings are high a building has strong walls and a roof a huge skyscraper is a building a small store is a building and a small farmhouse is a building too دعوا نشوف الأسئلة الموجودة على اللوح أول سؤال where does جين live when بتعيش جين أو أين تقيم جين سمعوا جين and her family live in an apartment building in a nice neighborhood إذن وين عيش جين جين lives in an apartment building حكتب على اللوح جين lives in a apartment building جين lives in an apartment building نكمل Are all buildings هاي هالكل المباني عاليين لا بتتذكروا شو قريت أنا في عندنا مباني ضخمة كبيرة بقالها ناطحة صحاب شو بقالها بالإنجلش skyscraper وفي عندي small stores كمان هاو دي they are buildings فإذن مش كل المباني عاليين شوفوا شو بيقول النص not all the buildings are high فإذن شو لازم جاوب no what all the buildings are high آخر سؤال what does a building have شو شو عنده المبنى أو البناية شو لازم يكون عندها لازم يكون عندها حيطان قوية بسقف فإذن a building has strong walls يعني حيطان قوية and a roof بسقف يعني إذا أنا قلت a farmhouse a small farmhouse بيت صغير بالمزرعة في يقول عنه هيدا it's a building طول ما أنه عنده strong walls حيطان قوية and a roof شو يعني this means it is a building ما تنسوا أصدقائي شو رأيكم على أصدقائي نتعلم أغنية جديدة جاهزين let's listen to the song وأنا برجعلكم بعد شوي ترجمة نانسي قنقائي A sentence begins with a capital letter A capital letter is big, big, big It is not a small letter It is big, big, big A sentence ends with a period It can end with a question mark Some sentences end with an exclamation mark She has a dog is a sentence It begins with a capital letter That's right It ends with a period Yes, it does That's right Here comes a question Do you like dogs? It is a sentence Yes, that's right But wait a second It is also a question It ends up with a question mark That's right Watch out Is a sentence It begins with a capital letter Does it end with a period No, it does not Does it end with a question mark No, it does not It ends with an exclamation mark A sentence begins with a capital letter A capital letter Is big, big, big It is not a small letter It is big, big, big أصدقاء نحن بالحلقة اليوم عم نحكي عن المباني Buildings بس انتوا بتعرفوا انه تحتى تطلع بناية قديش فيه ناسي بيشتغلوا فيها؟ كم حدا بيشتغل فيها؟ نحن شو بدنا تحتى نعمر؟ تعووا شوفوا معي عندي دعووا نشوف معيني الكلمات التالية هؤلاء الأشخاص كلهم ضروري يكونوا موجودين تحتى تطلع البناية يعني أنا لشو بيحاجة؟ دعووا نشوف أول شي عندي architect يعني مهندس مهندس عمار هو يلي بيرسم البناية وبحضر كيف لازم تكون عم تمبنى مهندس مهندس عمار electrician شو بيعمل؟ electrician هو منقله كهربائي هو يلي بيحط أسلاك الكهرباء مش نحنا بالقودة عنا لمبة وعنا ضو وعنا بالراد بيمشع الكهرباء هل دي كلهم بقلب الحيطان مندود أسلاك كهرباء مين بيعملون؟ electrician إذا أنا ما عندي أسلاك كهرباء وما عندي كهرباء بالبيت فينا نعيش بقلب البيت؟ ما فينا؟ نحنا بحاجة لـ electrician تحتى يشتغل بالبناية هيا وعم تتعمر هدي number two number three عندي plumber plumber هو سباك شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ بيشتغل بأنبيب الماء يعني كيف بتوصل الماء على المطبخ؟ نحنا بدنا أنابيب بتكون عم تتحضر الأنابيب كمانا هن وعم بعمره بتحتى يكون عنا ماء بالبيت فإذاً plumber اللو سباك شو عندي؟ bricklayer مين يلي بيبني؟ وبيحط الأرميد وبيضبت وبيشتغل بالحجارة bricklayer هو البلاء bricklayer يرجع عندي بعد عندي خشب أنا ما عندي خشب بقلب البيت عندي بويب مين بيعملون؟ كارفينتر يلي هو النجار كارفينتر فإذاً قولوا من وراي architect يعني مهندس هندس عمار electrician كهربائي plumber سباك bricklayer بناء كارفينتر يلي هو نجار architect electrician plumber bricklayer كارفينتر تعوه هلأ بدنا نعمل matching بدنا نوصل كل اسم كل شخص بشغل يلي بيعمله هون عندي fits water pipes شو يعني؟ بيركب أنابي بالماء مين بيركب أنابي بالماء؟ المهندس الكهربائي أو السباك السباك سباك fits water pipes بيركب أنابي بيبقى المياه من بعده عندي constructs building شو يعني؟ يعني بيجهزوا بعمر البنايات مين المسؤول أنه يرسم البناية ويجهزها ويشرف على كل عملية العمار؟ المهندس the architect constructs building بيرجع عندي built with bricks يعني شو بيعمل؟ بعمر وبيبني بيستخدم أرميد وممكن يستخدم حجارة وبطول مين هو؟ bricklayer البناء built with bricks مين بعد عندي؟ عندي carpenter عندي electrician هون صرنا fits electric wires هلأ مين بيركب أسلاك الكهرباء؟ carpenter أو electrician electrician electric wire electrician fits electric wire يعني بيركب أسلاك الكهرباء وأخر شي عندي carpenter شو بيعمل؟ lace wooden boards بشو بيشتغل وشو بيحضر؟ بيحضر الواحي الخشب بيعمل منهم بواب carpenter نجار فإذاً رح ارجعوا قراء هونو نتذكرهم بالعربي architect يعني مهندس مهندس عمار electrician كهرباء plumber سباك bricklayer بناء carpenter نجار شو بتحبوا تصيروا لما تكبروا؟ في مننا بيحب يصير architect بيحب يعمل مهندس في ناس بتحب تشتغل بالكهرباء electrician في ناس بتحب تشغل بأنبيب الماء وتضبط الأنابيب من اللون plumbers في ناس بيحبوا يعمروا يبنوا يحطوا الأرميد ويحطوا البطول ويحطوا الحجار اللون bricklayers في ناس بيحبوا يشتغلوا بالخشب carpenters what do you like to do؟ شو بتحب تعمل؟ أصدقائي ما تنسوا الكلمات الجديدة اللي عم نتعلم اليوم قبل ما ننهي حلقتنا بدنا نرجع نقرأ الأغنية اللي سمعتوها حبيتوها؟ تعو نقرأها مع بعض طلعوا معي على الشاشة الأغنية تبع اليوم اسمها shine shine شاين شاين يعني بالمع 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 كمان لاتشاين everybody can shine كلنا فينا من المع like an astronaut in outer space astronaut يعني رائد فضاء in outer space بالفضاء الخارجي or a pilot يعني من هو يلي بيقود التيارة or a pilot traveling to a far off place pilot شو هم يعمون عم بيسيفر على محل بعيد like a basketball superstar نجم كرة القدم or the fastest driver of a race car أو يلي بيقود سيارة سبق أسرع واحد بيقود سيارة سبق like a story writer that has a lot to say مثل كاتي هندو كتير اشي بديكتبة ويقولة be yourself and shine كونوا نفسكن والمعو because you are special in your own way لانو انتو مميزين بطريقتكن خاصة فيكن تكونوا قبطان فيكن تكونوا رائد فضاء astronaut فيكن تكونوا بتسوقوا سائق in a race car فيكن تكونوا story writer يعني كاتب كل واحد منكم مميز وكل واحد من تكون في الما ويصير شي كتير مهم because you are special لانو انت أو انت مميز أو مميزة in your own way كمان لاتشين everybody can shine like an astronaut in outer space or a pilot traveling to a far off place like a basketball superstar or the fastest driver of a race car like a story writer that has a lot to say be yourself and shine because you are special in your own way انا ممي ايسترونوت وكمان ممي بايلت ايوم نت ايستوري رايتر ايوم نت ايستوري رايتر ايوم نت اي درايفر ايوم تييشير بس انا كمان مميزة ومميزة بطريقته الخاصة هالا اصدقائي تعو نكتب verb to be مع بعض قبل ما نختم حلقتنا طلعوا على الوح عم نرجع نعم المراجعة على verb to be لأنه ما لازم تنسوه أبدا منبلش I am you are he is she is it is we are you are they are إذن I am أنا أكون you are أنت تكون أو أنت تكون من he is هو يكون she is هي تكون إذن نستخدمها لغير العاقل للحيوانات أو الأشياء we are نحن نكون you are أنتم تكونون they are هم يكونون لشون نستخدم verb to be نحن؟ كنا نستخدم تنعمل جمل sentences بقول she is pretty إنها جميلة he is a boy I am a girl تكون تستخدم verb to be على الدفتر عندكم وتجربوا تركبوا جمل لحالكم أنا هلأ أصدقائي بدي أودعكم ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com slash madrasateesat7kids نشوفكم بالحلقة المقبلة درسوا منيح باي نشوفكم بالحلقة المقبلة an architect an electrician a plumber a carpenter a brick layer a brick layer a sentence begins with a capital letter a capital letter is big, big, big it is not a small letter it is big, big, big a sentence ends with a period it can end with a question mark some sentences end with an exclamation mark she has a dog is a sentence it begins with a capital letter that's right it ends with a period yes it does that's right here comes a question do you like dogs do you like dogs it is a sentence yes that's right but wait a second it is also a question it ends up with a question mark that's right watch out is a sentence it begins with a capital letter does it ends with a period no it does not does it end with a question mark does it end with a question mark no it does not it ends with an exclamation mark a sentence begins with a capital letter a capital letter is big, big, big it is not a small letter it is big, big, big you you you